بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنبدأ مع بعض آآ مادة المحاسبة الادارية في التعليم المفتوح. مستوى التاني مستوى الرابع الفصل تاني. معكم استاذ الدكتورة سماسم كامل. آآ استاذ المحاسبة في كله. آآ معلش احنا اضطرتنا الظروف ان احنا نشرح المحاضرة على ملفات. فاتمنى ان شاء الله ان انتم تستوعبوها آآ ونعدي الظروف الطرقة دي ان شاء الله بازن الله. آآ المنج بتاعنا بيضع فيه آآ جزء الاولاني فيه حاجة نظرية بسيطة. الفصل الاولاني آآ مفهوم محاسبة الادارية الفرق بينها وبين المحاسبة المالية. المحاسبة الادارية زيها زي اي زوم معلومات محاسبة بيختص بتبويب وتجميع وتوصيل معلومات انهي معلومات مالية وغير مالية. للادارة العالية طب هتتعمل بها الاادارة العالية تستقدم فيه تخطيط في الرقابة في تقييم الاداء في اتخاذ قرارات. طب هل المحاسبة الادارية اهو المحاسبة الانمالية زي بعض? لا طبعا هو فيه تشابه وفيه اختلافات. انا هقول طبعا الهام الاوجه الاختلافات اه بينهم اه المحاسبة المالية ملتزمة بمجموعة من المبادئ المحاسبية. اه اه ابل ما دخلته في الفصل في المستوى الاول فصل الاولاني قلت محاسبة مالية فيها اه مبادئ مهمة زي الوحدة الاقتصادية اه زي التكلفة التاريخية. ففيه مبادئ بتحكم القيود والتسويات واعداد قائم مالية. اما المحاسبة الادارية غير مقيدة بالمبادئ المحاسبية. المحاسبة المالية اه احنا قلنا المعلومات بتاعتها ومخرجاتها اللي هي عبارة عن قوائم مالية. بيستفد منها جهات خارجية بالاضافة طبعا الجهات الداخلية. اه لكن محاسبة الادارية بيبقى اه تركزة على الادارة فقط لا غير. جهات خارجية لا. المحاسبة المالية باهتم اه بالمنشأة ككل. يعني نكون بنعمل قيمة دخل على المنشأة ككل. قيمة مركز مالي للمنشأة ككل. اما المحاسبة الادارية فيها ما بتهتمش بالنظرة كلها لا بقى جزئية. يمكن نعمل اه تقرير عن مركز اه مسئولية معين او قسم معين. المحاسبة المالية بتهتم بالمعلومات النقدية. كان عندك مبدأ مهم جدا اسم وحدة النقد. مش مش هقدر اعمل اي حاجة في الدفاتر عندي. قال لما بعبر عنها بوحدة النقد. اما المحاسبة الادارية بتهتم بالمعلومات اللي هي النقدية اول علامة المالية. وايضا المعلومات غير المالية. المحاسبة المالية كانت بتركز على الماضي والمعلومات التاريخية. يعني نكون بنقول قيمة دخل عن سنة مالية انتهت. قيمة المركز المالي برضو بتعبر عليها عن فعليات. اه اما المحاسبة الادارية فبستخدم بجانب البيانات الفعالية باستخدم بيانات تنبؤية او مستقبلية. طب ايه الاسليب المحاسبة الادارية اللي احنا بنتعرض لها واحنا ماشيين? اقول الحاجة عندي فيه خراعات التعادل. اه تاني حاجة فيه موازنات تخطيطية. فيه موازنات رأس مالية. فيه تحليل مالي ومحاسبي. فيه محاسبة اه المسئولية. ده بس الجزء الاولاني النظري في الفصل الاولي. الفصل التاني اه مفاهيم التكاليف اه اتخاذ القرارات الادارية. انا في طب فيه عندكم فيه الكتاب مفاهيم كتير التكاليف يهمني ان انا اخد ما يناسب العمل اللي انا هشتغل به. اه اللي بينسبني بينسبني اه حاجة اسمها التحليل التفاضلي عشان اقدر اتخاذ مجموعة من القرارات هنشوف زي ايه. فآآ عشان كده انا بقول من وجهة النظر التحليل التفاضلي ان انا هشتغل عليه فيه عندي حاجة اسمها تكاليف ملأمة وفيه حاجة اسمها تكاليف غير ملأمة. التكاليف الملأمة لاتخاذ القرار التكاليف بتوقع حدوثها مستقبلا. الشرط اساس ان هي تختلف من بديل لاخر. طب هي بتتميز بان هي تكلفة مستقبلية مش فعلية. تاني حاجة ان هي تفاضلية يعني ايه? تفاضلية. يعني تختلف او تتفاوت من بديل لاخر. لو متزاوية في كل البدائل يبقى تكلفة غير ملأمة. تالت حاجة ان هي تكلف يمكن تجنبها. يعني المنشأة في حالة توقف نشاط مش هتتحمل التكاليف دي. ودي عبارة عن ايه? كل تكاليف المضغير. لكن ممكن جزء من التكاليف السابتة مش هتتحمله شكل لو اه قررت توقف النشاط الانتاجي. يعني جزء من تكاليف السابتة ممكن ان احنا نتجنبها. اه طيب ايه الانواع بتاعت التكاليف الملأمة في عايزة عن دي اسمها تكلفة بفرس البديلة او حاجة اسمها تكاليف التفاضلية. تكلفة بفرس البديلة اللي هي التضحية النتجة عن رفض بديل وقبول بديل اخر. معايا ميت الف اشتري ارض ولا اشتري سيارة. لو اشتريت سيارة هي بضحيت بالارض. يبقى هي الارادة ضائعة على المنشأة بحالة خضول قبول بديل من البداء لتفضيله على بديل اخر. طب ايه هي التكاليف التفاضلية اللي هي تعتبر من انواع التكاليف الملامة? هي بتعبر عن الفرق ما بين تكلفة استخدام بديل واخر. ازاي كنهزي التكاليف اما انها تكون متزايدة او متنقصة. فمتزايدة لو كانت التكلفة زادت يعني على سبيل المثال زي ما نشوف دلوقتي اه كان في منتج واحد عندي بيتكلفني عشرة الاف. دلوقتي لما دخل عليه منتج تاني التكاليف هتزيد تبقى خمساشر الاف. يبقى الخمس تلاف دي تكاليف ايه تفاضلية? بالزيادة. ماشي? طب ايه بقى التكاليف غير مواقمة? احنا قلنا اللي فات ده تكاليف ايه ملأمة? طب ايه تكاليف غير مواقمة? تكاليف غير مواقمة دي ما بتتأثرش باي بديل من البداية متساوية لكل. ودي بنشوفها في التكاليف الزبت. بدفع ايجار المصنع بصرف النظر عن البدائل اللي قدامي. طيب ايه الصفات بتاعتها ان هي اه لا يمكن تجنبها غصبا عني اتحمل فاتورة كهربا. غصبا عني اتحمل ايجار الشهري. غصبا عني اتحمل مرتبات المشرفين ومرتبات العمال اللي بيخدوها كل شهر. يبقى اه لا يمكن تجنبها بتتحملها الشركة بصرف النظر استمرت او توقفت عن النشاط. بايه الصفات الصفات التانية ان هي غارقة. يعني ايه غارقة? يعني تاريخ اه تكاليف حصلت في الماضي. يعني تكاليف تاريخية. اه حصلت نتيجة قرارات ماضية. مش ممكن الترجع فيها اشترينا اهلة من خمس سنين. خلاص اشتريناها خلاص. يبقى ادي التكاليف الملعمة والتكاليف غير الملعمة. طب ايه هم القرارات اللي انا بستخدم فيها مفاهيم التكاليف اللي هي اللي عندي اه لا اراضي اتخاذ القرارات. هل في عندي مسلا هضيف منتق جديد ولا ما اضيفش. هستبعد منتق اه اجيم والاخد دي. اه اصنع ولا اشتري. اه اقبل طلبية معينة ولا مقبلهاش. اه استمر في احد خطوط الانتاج ولا وقفه. هنبدأ اه نطبق التحليل التفاضولي. اه تطبيق عملي. اه يعني فيه تفاوت. اه وهنشوف البعض منها اه تكاليف. البعض منها اراضات. البعض منها اربع شكتب بقول عليها تحليل التفاضلي كله. يعني ممكن تكون فيه تكلفة تفاضولية. وممكن تكون فيه اراضات تفاضولية. وممكن تكون فيه ارباح تفاضلين. هادة بالتمرين الاولين عندكم صفحة اربعة وخمسين. اه بحاول اعيد سياغة التمرين في شكل تمرين امتحان. بتنتق احدى المنشآت همونتك سين اقترحت ادارة الانتاج اضافة منتج جديد والمنتج صاد في دوق هذا الاقتراح امكان توفير بيانات لقاتية بيقول لي لو انا انتجت سين لوحده عندي المواد المباشرة خمس تلاف ست تلاف آآ تلات تلاف الفين اهلاك مباني تأمين مصدع تلات تلاف تكاليف اشراف الف تكاليف اعلان خمسمائة طب لو اضافت منتج صاد على سين هتبقى التكاليف كلها قد ايه اللي طبعا هنا تكاليف المواد المباشرة مش هتبقى خمس تلاف هتبقى ثمان تلاف الاجور مباشرة تبقى ثمان تلاف الاهلاك اربع تلاف وخمسمية وهكذا لحد تكاليف الاعلان الف وخمسمائة بيقول لي ابدأ اه ابدأ الاختراح بانتاج منتج سين بس هل الشركة تنتج منتج سين بس ولا تضيف كمان منتج صاد الله لو كان في منتج سين بس ارباحه التفاضلية اكتر من الارباح التفاضلية لاضافة المنتج صاد يبقى يفضل منتج سين طب لو الارباح التفاضلية للاتنين مع بعض اكتر منتج سين لوحده يبقى يفضل المنتج صاد هو جاب الافتراضين قال لي افترض ان ارادات المنتج سين اربعة واشيين الف ومنتج سين وصاد مع بعض ستة وتلاتين الف الفتراض التاني قال لي افترض ان ارادات منتج سين اربعة واشيين الف زي ما هيه لكن سين وصادها تبقى تلاتين الف هنا عليها باجي بحل بقى آآ الافتراض الاولاني آآ بحط الاراضات الاول لسين لوحدها وبعدين سين وصاد لو تلاحزوا ان سين اربعة وعشرين الف سين وصاد مع بعض ستة وتلاتين الف عرفنا الاراضات التفاضلية اللي هي بتتفاوت ما بين البداء لو قد تكون بالزيادة وقد تكون بالنقص زي زي التكاليف التفاضلية بالزرط طيب عندي هنا الفرق ما بين لتنين لو اتنين متسوينه ما فيش حاجة تفاضلية هنا لكن آآ سين وصاد مع بعض ستة وتلاتين يعني زادت الاراضات بمقدار اتناشر الف يبقى هنا في اراضات تفاضلية متزايدة عناصر التكاليف مواد مباشرة جور مباشرة اهلاك الات اهلاك مباني مصنع تأمين عن مصنع تكاليف اشراف تكاليف اعلان طب كل آآ عناصر التكاليف ديت المنتج سين لوحده عشرين الف وخمسمية ابتداء من الخمس تلاف لحده الخمسمية جمعناهم طلعوا عشرين الف وخمسمية طب الاصاف الربح بتاع منتج سين لوحده كام يبقى اربع وشرين الف نقص عشرين الف وخمسمية ديني تلات تلاف وخمسمية حاجة المنتج سين وصاد مع بعض الاتنين المواد المباشرة تمن تلاف الله ده كانت الاول خمس تلاف يبقى زادت التكاليف بمقدار كام تلات تلاف يبقى هنا فيه تكاليف تفاضلية متزايدة بمقدار تلات تلاف الاجور المباشرة كانت ست تلاف اصبحت تمن تلاف يبقى هنا زادت التكاليف بمقدار الفين يبقى آآ تكليف متزايدة. اهلاك الات كان تلت تلاف اصبح اربعة تلاف وخمسمية. يبقى عندي هنا الف وخمسمية الفرق آآ بالزيادة يبقى هنا تكليف متزايدة. اهلاك مباني الفين زي وهو الفين يبقى ما فيش اي تأثير. ما فيش تكليف هنا لا متزايدة ولا متنقصة. تأمين على المصنع كان تلت تلاف واصبح تلت تلاف زي ما هو. اشراف الف اصبح الف وخمسمية بقى فيه تكاليف متزايدة من مقدار خمسمية اعلان كان خمسمية اصبح الف وخمسمية بقى فيه الف متزايدة طب احنا لو جمعنا العناصر المتزايدة عناصر التكاليف المتزايدة تلت تلاف زائد الفين زائد الف وخمسمية زائد الخمسمية زائد الالف هيديني التكاليف المتزايدة تمن تلاف ده في العمود اللي ايه التحليل والتفاضل تعالوا بقى اللي سين وصاد مع بعض الاراضات عندها ستة وتلاتين الف لو انا جامعة التكاليف افتدأ من 8000 لحد الاعلان 1500 الديني المجموع 28500 لو انا طرحت 28500 من 36000 الديني صافي الربح 7500 يبقى هنا صافي الربح في سين لوحده 3500 في سينه مصاد مع بعض 7500 طب فيه فرق ما بينهم ولا لا فيه فرق بالزيادة فرق 4000 الاربع تلاف دي عبارة عن ربح تفاضل انا ممكن اجيب اللي 4000 من ناحية تاني هاجي لعمل التحليلي التفاضلي الارادات عندي 12000 حجم على التكاليف اللي هي المتزايدة كلها هتطلع 8000 12000 بالزيادة نقص 8000 بالزيادة الديني 4000 بالزيادة ده الافتراض الاولين الافتراض التاني هعمل نفس الشيء لكن الارادات الخاصة بسين وصاد مع بعض 30000 يبقى عندي هنا ايه الارادات زادت بس 6000 لكن التكاليف عندي زي ما هي اجمال التكاليف المتزايدة 8000 حاجة بص على الربح بتاع سين لوحده 3500 الربح بتاع سين وصاد مع بعض 1500 يبقى واضح ان الربح هنا كان 3500 اصبح 1500 يبقى نقص يبقى كان فيه خسارة تفاضلية يبقى لما ينقص الربح معناته كانه ايه خسارة تفاضلية اجيبها ازاي برضو من العمود التحليلي التفاضلي ستين 6000 ارادات بالزيادة في عمود التحليلي التفاضلي فوق حطرح منها اجمال التكاليف اللي هي بالزيادة 8000 6000 نقص 8000 هايديني ناقص 2000 يبقى ازا خسارة تفاضلية يبقى ونان عليها ادي اقول كده في ظل الافتراض الاولاني يمكن اتخذ القرار بالموافقة على ادافة المنتقصات حسين الايرادات تفاضلية المتزايدة اللي هي اتناشر الف هتغطي لتكاليف التفاضلية المتزايدة اللي هي الثمانتلاف هيبقى فيه ارباح تفاضلية بمقدار اربعة تلاف طب الافتراضي التاني اللي يمكن اتخاذ قرار بعدم الموافقة على ادافة منتقصات ليه لان الايرادات التفاضلية المتزايدة 6000 في حين التكاليف التفاضلية المتزايدة 8000 يبقى فيه هنا خسارة تفاضلية بمبلغ الفين طيب هنشوف التنبين اه التاني اه بتفكر شركة الاعمل للادوية في استبدال احد الادوية بدواء جديد اه وفيما يالي البنات الامكان حصول عليه المنتج الاديم جاي اراداته وتكاليفه والمنتج الجديد جاي اراداته وتكاليفه المطلوب اجراء التحليل التفاضلي للمقارنة بين البدلين كي تتمكن الشركة من امتخاذ القرار السليم هل تستبدل ولا ما تستبدلش نبدأ ان نحل التمرين هنخلي اخر عمون التحليل التفاضلي المنتج الاديم كان اراداته تلتمية وخمسين الف الجديد اربعمائة الف يبقى ان الايرادات زادت بمقدار خمسين الف هطرح من الايرادات كل التكاليف عندي تكلفة الانتاج التام المباعة مية وخمسة وسبعين الف في حالة الاديم الجديد متين الف يبقى عندي هنا في اه اه تكاليف متزايدة خمسة وعشرين الف الاهلاك كان خمسة وعشرين الف اصبح اربعين الف يبقى فيه عندي خمستاشر الف تكاليف متزايدة الايجار كان تلاتين الف ومنتج الجديد تلاتين الف يبقى ما فيش هنا حاجة اه ما فيش تكاليف هنا لا متزايدة ولا متنقصة سفر الاعلان كان ربعين الف اصبح اتنين وعشرين الف وخمسمية يبقى اه الاعلان نقص يبقى هنا تكاليف متنقصة بمقدار سبعة عشر الف وخمسمية. العمولات كانت سفر اصبحت عشرين الف. يبقى زادت بمقدار عشرين الف. العمولات كانت سفر اصبحت عشرين الف. يبقى عندي هنا زادت بمقدار كانت سفر اصبحت الفين. زادت بمقدار الفين. يبقى عندي اجمال التكاليف في حالة المنتج القديم متين وسبعين الف. لو انا ترحتهم من تلتمية وخمسين الف. يديني صاف ربح تمانين الف. آآ اجمال التكاليف فيه حالة المنتج الجديد تلتمية وتناشر الف خمسمية. لو انا طرحتهم المنتج الجديد ربعمائة الف. يبقى يديني صافر ربح سبعة ثمانين وخمسمية. حاجة للعمود التحليل التفاضلي. عندي ارادات متزايدة خمسين الاف. هعمل يبقى في التكاليف? المتزايدة كلها اجمعها مع بعض. اطرح منها المتنقصة. يديني عندي اجمال التكاليف اتنين واربعين الف وخمسمية. اتنين واربعين الف وخمسمية هطرحها من لأن بطرح التكاليف من الإرادات التفاضل الإرادات التفاضلية هطرح منها التكاليف التفاضلية هيديني سبع تلاف وخمسمية يبقى سبع تلاف وخمسمية وصلت لها من عمود وممكن لوصل لها من الصف كانت في المنتج القديم تمانين الف أصبحت سبع وتمانين وخمسمية يبقى فيه فرق هنا في الرابح بالزيادة سبع تلاف وخمسمية طبعا القرار حشيل المنتج القديم هستبدله وحط المنتج الجديد ليه? لان في عندي ارباح تفاضلية بمقدار سبعة تلاف وخمسمية.